اقتصاد الفقراء إعادة نظر في أساليب محاربة الفقر تأليف أستر دوفلو وأبهجت بانرجي بصوت أحمد خيري غالباً ما يتم الخلط بين اقتصادات الفقر وبين اقتصاد الفقراء لأن الفقراء يمتلكون القليل فقط لذلك يشيع الافتراض بأن اقتصادهم ليس بذيء أهمية لسوء الحظ يضعف سوء الفهم هذا من حدة مقاومة الفقر العالمي المشاكل البسيطة ستحصل على حلول بسيطة غير أنه من المفاجئ أن الفقير في الواقع هو مثل أي شخص آخر يمتلك نفس الرغبات ونقاط الضعف ولأنه يمتلك القليل فقط فهو يمعن التفكير جيداً في خياراته الاقتصادية أي أن عليه أن يكون اقتصادياً حذقاً كي يستطيع العيش الواقع أن الهروب من الفقر ليس بالأمر السهل إلا أن الإحساس بالإمكانية والقليل من المساعدة المدروسة قد يكون له في بعض الأحيان أثار إيجابية كبيرة في المقابل يمكن أن تكون للتوقعات التي في غير محلها وضعف الإيمان عند الحاجة إليه والعقبات الصغيرة أثار كارثية لذا كان لابد من فهم الحياة الاقتصادية للفقير المنبثقة عنها اقتصادات غنية ويجب للطلاع على النظريات المساعدة لفهم ما يمكن للفقير أن يحققه وكيف يمكن مساعدته على تحقيقه سنتعلم من هذا الكتاب تأثير الغذاء الجيد والصحة السليمة على إنتاجية الفقراء السايكولوجيا وراء كثرة الإنجاب عند الفقراء الموارد المائية للفقراء وطرق المحافظة عليها وتنميتها فكر مجدداً فيما يحصل بعالمنا أكدت تجربة جرى تطبيقها في جامعة بنسلفينيا أن من السهل أن يشعر الإنسان بالعجز أمام هول مشكلة ما حيث طلب الباحثون من الطلاب أن يتبرعوا لجمعية خيرية بعد أن وزعوا على مجموعتين منهم نوعين مختلفين من المنشورات الإعلانية تحدث المنشور الأول عن حالة نقص الغذاء والفيضانات والفقر في بلدان مثل زامبيا بينما تحدث المنشور الثاني عن فتاة تبلغ سبع سنوات في وضع مالي تعاني من فقر مطقع ومعرضة للجوع والمرض في دولة مالي جمع المنشور الأول تبرعات بمعدل دولار واحد وستة عشر سنة من كل طالب بينما جمع المنشور الثاني الذي مثلت فيه فتاة واحدة مأساة الملايين تبرعات بمعدل دولارين وثلاثة وثمانين سنة من كل طالب تبين أن الطلاب مستعدون لتحمل المسؤولية لمساعدة فتاة واحدة بالمقارنة مع مشكلة عالمية يشعرون بالضعف أمامها ينقسم المنظرون الاقتصاديون عموما إلى مجموعتين تقول الأولى إن المساعدات الخارجية للبلدان الفقيرة تساعدها على تحريك عجلتها الاقتصادية لتصبح بلدانا منتجة بينما تقول الأخرى إن المساعدات الخارجية تحفز هذه البلدان على الاعتماد على غيرها وتمنع المواطنين من البحث عن حلول لمشاكلهم ولكن الأهم في هذه المناظرة حول إيجابيات وسلبيات المساعدات الخارجية هو ليس من أين تأتي هذه المساعدات وإنما إلى أين تذهب إنه موضوع اغتيار المشروع الصحيح لتمويله ومن الجدير بالذكر هنا أن التفكير بتمعن في اختيار الطرق المناسبة لمساعدة الفقراء هو من يساهم في حل هذا الخلاف بين المجموعتين الفقر في الغذاء والصحة معظم الذين يعيشون بأقل من 99 سنة في اليوم لا يتصرفون كما لو أنهم يتدورون جوعا فلو كانوا كذلك لاشتروا المزيد من الطعام بأي بنس إضافي متوفر في البلدان التي جرت التجارب عليها شكل الغذاء ما يتراوح بين 36 إلى 79% من استهلاك الأشخاص متقعي الفقر من سكان الريف فيما شكل ما بين 53 إلى 74% بين النظرائهم الذين يسكنون المدن مما يبدو أن للفقراء العديد من الخيارات ويبدو أنهم لا يختارون إنفاق الكثير مما يستطيعون إنفاقه على الغذاء ويتضح هذا بالنظر إلى طريقة إنفاق الفقراء للمبالغ الإضافية التي يحصلون عليها في الواقع إذا كانت حياة الفقراء تعتمد على الحصول على المزيد من الغذاء سيعتقد المرء أنه عند أي فرصة للحصول على المزيد من المال فإنهم سينفقونه على الطعام وبالتالي سترتفع ميزانية الطعام جزئيا بشكل أسرع من المصاريف الأخرى ولكن الأمر لا يسير بهذه الطريقة ففي ولاية مهارشترا الهندية في عام 1983 شكلت زيادة الإنفاق على الطعام نسبة أقل من 1% من مجمل الزيادة في الإنفاق الإجمالي التي كانت نسبتها تفوق الواحدة في المائة ويمكن تطبيق مثال مهارشترا على العلاقة بين الدخل وبين نفقات الطعام حول العالم من جهة أخرى يجب أن يكون الهدف الرئيس من سياسات العناية الصحية في البلدان الفقيرة هو تسهيل حصول الفقراء على الوقاية الصحية إضافة إلى تنظيم جودة العلاج الذي يمكن الحصول عليه ويمكن تحقيق ذلك بتأمين الخدمات الوقائية مجاناً وبجعل الحصول على هذه الخدمات الوقائية هو الأمر الطبيعي قدر الإمكان ولكن في المقابل فإن المعلومات الناقصة حول الفوائد واقتصار اهتمام الناس على الوقت الحاضر فقط يقلل من الجهد والتكاليف التي ينوي الناس استثمارها حتى في أرخص الاستراتيجيات الوقائية أواصر العائلة وتعليم الأطفال تفيد الدلائل المتوفرة بأن تعليم الأطفال العلوم الأساسية أمر سهل وممكن كما أظهرت التجارب أنه من الممكن تعويض النقص من ناحية الخلفية العائلية وظروف الحياة المبكرة للطفل عندما تتحقق الظروف المناسبة كما قدمت التجارب الناجحة عدداً من الأفكار المساهمة في خلق هذه الظروف المناسبة فالعامل الرئيس هو التركيز على المهارات الأساسية والالتزام بفكرة أن كل طفل يستطيع أن يتقن هذه المهارات طالما يبذل الجهد المناسب لذلك علاوة على ذلك هناك مكاسب محتمل احتمل من إعادة تنظيم المناهج والصفوف لتسمح للأطفال بالتعلم بحسب المقدرة وبشكل خاص للتأكد من أن الأطفال المتأخرين يستطيعون التركيز على الأساسيات أما بالنسبة للعائلة فهل من الضروري حقاً أن يحظى الفقير بعائلة كبيرة؟ يرغب معظم الفقراء بإنجاب الكثير من الأطفال مع أنهم يعلمون أن كثرة الأطفال تجعلهم أكثر فقراً إلا أنهم يكثرون الإنجاب لماذا؟ لأنهم يؤمنون أن الأطفال سيساعدونهم ويعيلونهم مع تقدمهم في العمر فلعل أفضل وسيلة أو سياسة لضبط الازدياد السكاني هي ضبط الإنجاب وعدم ضرورة الإكثار من المواليد كما أن الشبكات الاجتماعية الفعالة كالتأمين الصحي أو حتى التنمية الاقتصادية التي تتيح للأفراد للدخار للتقاعد من شأنها أن تؤدي إلى تقليل معدل الإنجاب وربما تقليل اضطهاد المواليد الإناث الموارد المالية للفقير ومجازفاتها يدير الجزء الأكبر من الفقراء أعمالاً حرة صغيرة أو مزارع صغيرة فمن بين ثمانية عشرة بلد تحت الدراسة يعمل خمسون في المئة من الفقراء في المدن في أعمال غير الزراعة بينما يتراوح معدل الفقراء الذين يعملون في الزراعة في الريف من خمسة وعشرين في المئة إلى ثمانية وتسعين في المئة بيد أن معظم الأراضي التي يعمل فيها الفقراء غير مجهزة بأنظمة ري مما يجعل إيرادات المزرعة تعتمد بشكل رئيس على خالة الطقس من جهة أخرى يعد الشكل الآخر للعمل عند الفقراء هو الأشغال المؤقتة في مواقع الإنشاءات وعادة ما يستمر العمل لعدة أيام أو أسابيع فقط ولا يعلم العامل إن كان سيجد عملاً بعد انتهاء هذه المدة لذلك ثمت الكثير من المجازفة في الحياة اليومية للفقير بينما يسعى البعض منهم إلى العمل في عدة مهن في وقت واحد وهذا غير مجد فمن الصعب أن يتقن المرء أمراً من دون التخصص فيه فالرجال الذين لا يستطيعون الالتزام بعمل ثابت في المدينة لأنهم يريدون العودة إلى بلداتهم كل بضعة أسابيع يخسرون فرصة اكتساب مهارات وخبرة في مجال عملهم وبالتخلي عن هذه الفرصة يتخلون أيضاً عن المكاسب التي قد تنجم عن التخصص فيما هم يبرعون فيه لذلك فإن المجازفة تكمن هنا في الخوف من حدوث أمر له تأثير ضعيف على قدرة الفقير على إدراك إمكانياته الحقيقية إلا أن إحدى الطرق الجيدة للتعامل مع هذه المجازفات هي أن يساعد أبناء القرية بعضهم بعضاً فمعظم الفقراء يعيشون في القرى أو الأحياء ويمكنهم الوصول إلى شبكة واسعة من الأفراد الذين يعرفونهم حق المعرفة عن طريق الأقارب أو المجتمعات الصغيرة القائمة على الدين أو العرق فإذا ساعد هؤلاء الميسورون اليوم أولئك الذين يعانون عسراً مقابل مساعدة مماثلة منهم عندما تنقلب الأدوار سيعيش الجميع بحال أفضل وهكذا فإن مساعدة الآخرين ليس من الضرورة أن تكون عملاً خيرياً من دون مقابل أظهرت حركة تمويل المشاريع الصغيرة أنه بالرغم من الصعوبات فمن الممكن إقراض الفقراء فعلى الرغم من مدى تغيير مؤسسات التمويل الصغيرة حياة الكثير من الفقراء تبقى حقيقة أن وصول قروض مؤسسات التمويل الصغيرة إلى معدلها الحالي يحقق إنجازاً كبيراً على أرض الواقع كما أن هناك عدة برامج أخرى متخصصة للفقراء استطاعت أن تساعد الكثير من الأفراد ولكن في الوقت ذاته لا يمكن الاعتماد على بنية البرنامج والتي هي مصدر نجاحه في إقراض الفقراء لتمويل الأعمال الكبيرة لذلك فإن إيجاد طرق لتمويل المؤسسات المتوسطة هو التحدي الجديد في البلدان النامية فهل الدخار هو حل بديل؟ الحقيقة هي أن الفقراء يستعيدون عن عدم قدرتهم على إنشاء حسابات مصرفية باتباع استراتيجيات بديلة معقدة ومكلفة كي يتمكنوا من الادخار مما يعني أنهم يدخرون مبالغ أقل مما يمكن لو أنهم تمكنوا من إنشاء حسابات مصرفية ولكن الأمر يتجاوز مجرد إنشاء حسابات مصرفية ففي دراسة جرت في كينيا عرض على عينة فتح ثلاثة حسابات مجانية كحساب مصرفي لكل منهما وحساب مشترك للإثنين فأودع 25% من الأزواج مبالغ في أحد الحسابات بينما ارتفع هذا المعدل إلى 31% بين الأزواج الذين تلقوا بطاقة صراف آلي مجانية لإجراء السحب والإيداع بشكل أسهل وأرخص واتضح أن حسابات التوفير تساعد بعض الأفراد ولكن غيابها ليس الأمر الوحيد الذي يمنع الفقراء من الادخار الأعمال التجارية للفقراء هناك أكثر من بليون شخص يديرون أعمالهم التجارية الصغيرة الخاصة ولكن معظمهم يقومون بذلك لأنهم لا يملكون خيارات أخرى كما أن غاية معظمهم من هذه الإدارة هي فقط تأمين قوت يومهم من دون المهارة أو الموهبة أو الرغبة بالمجازفة الضرورية لتحويل هذه الأعمال الصغيرة إلى مؤسسات كبيرة وناجحة فمقابل كل فرد ينشئ مؤسسة كبيرة وناجحة بالقليل من التدريب والكثير من الموهبة ثمت الملايين ممن يعلمون أن سبيل الخروج من حالة الفقر هي وظيفة ثابتة لأبنائهم في الجيش لكن لا يزال للإئتمان الصغير وغيره من الطرق لمساعدة الأعمال الصغيرة دور هم في حياة الفقراء لأن هذه الأعمال الصغيرة ستبقى الطريقة الوحيدة للكثير من الفقراء للبقاء على قيد الحياة ولكنها لن تكون السبيل للخروج من خالة الفقر العامل الآخر الذي يقيد التغلب على مشكلة الفقر هو السياسات المتبعة في الدول فحتى أفضل السياسات وأجودها قد تكون عديمة الأثر إن لم تطبق بالشكل الملائم للأسف يمكن أن تكون الفجوة بين النية والتطبيق واسعة للغاية وغالباً ما يعزى فشل تطبيق السياسات الجيدة إلى إخفاقات الحكومات ولعل عدم كفاءة الحكومات هي أحد العوامل التي يناقش بها المشككون لتبرير أن المساعدات الخارجية من شأنها أن تزيد الأمور سوءاً في البلدان الفقيرة بدل أن تحصنها من ناحية أخرى يرى بعض الاقتصاديين مثل جيفري ساكس الفساد على أنه فخ فالفقر يولد الفساد والفساد يولد الفقر يقترح ساكس طريقة للتغلب على هذا الفخ بالتركيز على تخفيف حالة الفقر في البلدان النامية وأن يتم تقديم المساعدات لأهداف محددة يمكن مراقبتها بسهولة مثل التقليل من مخاطر الملاريا وإنتاج الغذاء وتأمين مياه الشرب النظيفة ويقترح أيضاً أن رفع معايير المعيشة في البلدان الفقيرة من شأنه أن يقوي المجتمع المدنية والحكومات للحفاظ على سلطة القانون ويفترض هذا الاقتراح أنه من الممكن تطبيق برامج للمساعدات الخارجية بنجاح في نطاق واسع من البلدان الفقيرة والفاسدة الاقتباس اقتصاد الفقراء بمجمله هو عما تخبرنا إياه حياة وخيارات الفقراء حياتهم هي السلاحنا في مواجهة الفقر العالمي الخاتمة بما أن التنمية الاقتصادية تتطلب قوة عاملة ومقدرة ذهنية فمن المرجح تحقيق هذه التنمية إذا تمتع المواطنون بفوائد التعليم والغذاء الصحي والجسم السليم وإذا شعروا أيضاً بالأمان والثقة الكافية بأبنائهم واستثماراتهم يمكن لهذا العالم أن يكون مكاناً أفضل للفقراء لو أمعنا النظر في حياة الفقير وخياراته واتخذنا الوسائل المناسبة لتحصين حالته المعيشية فالغذاء السليم والوقاية من الأمراض كفيلان بأن يزد من قدرة الفرد على الإنتاج والوعي بأن العائلة ذات عدد الأفراد القليل من شأنه أن يؤمن فرصاً أكبر للأفراد ليعيش حياة أفضل يحتاج الأمر لتعاون الأفراد والحكومات ولذلك فإن تغيير جزء صغير من السياسات الجارية حالياً وعلى المدى الطويل قادر على تقليل معدل الفقر في العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر